تعرف الى قصة الغواصة تيتان منذ اختفائها وحتى العثور عليها راحوا علشان يشوفوا حطام سفين التيتانيك المشهورة بس بقوا هم القصة تابع العالم مستقدات الغواصة تيتان اللي اختفت من على الرادار وجواها خمسة من اغنياء العالم غاصوا في اعماق المحيط الاطلسي تعالوا نعرف ايه الحكاية من اولها بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناتكم مذهل ومذهش وقبل ما نبدأ ما تنساش برضو تصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام وبدو المطول عليكم يلا بينا نبدأ حالات النهاردة بترجع ملكية الغواصة تيتان لشركة اسمها وهي شركة خاصة الشركة دي بتنظم رحلات استكشفية ممكن انها تستمر لحد التسعة تيام لسياح اللي بيدفعوا اسعار خيالية بس علشان يشوفوا حطام السفن والاودية تحت المية كنوع من المغامرة ووفقا لموقع الشركة فهي بتقدر انها توفر غواصات مأهولة للمشاريع التجارية والبحث العلمي وعن الغواصة تيتان قالت الشركة انها الغواصة الوحيدة في العالم المؤهلة انها تاخد خمس اشخاص على العمق 4000 متر تحت سطح المحيط وده بيمكنها من الوصول لخمسين في المية تقريبا من قاع البحار في العالم وزي ما قال صانع سفينة تيتانيك زمان بغرور جدا حتى الله نفسه لا يستطيع اغرق هذه السفينة وربنا سبحانه وتعالى القادر على كل شيء اغرق السفينة في اول رحلة ليها وعلشان تعرف حجم الغواصة فهي طولها 6 متر وعرضها 2 متر يعني مصممة علشان الخمس افراد يكونوا قاعدين فيها مجرد اعود طبيعي فرحلة بسيطة مدتها ساعتين وهتنتهي وممكن جدا الغواصة انها تبقى 96 ساعة تحت المية وممكن اكتر لو كان فيها اقل من 5 اشخاص الشركة قبل كده خدت ناس كتير في جولات لموقع تيتانيك من سنة 2021 وكان الضيوف بيدفعوا 250 الف دولار علشان يروحوا الرحلات دي بس قبل كده كان قادة صناع الحرف الغاطسة الانين اوي بسبب رحلات الشركة ووصل بهم الامر ان 36 منهم وقعوا خطاب للشركة بيحذروها من مشاكل كارسية ممكن تحصل في تطوير الغواصة والرحلة اللي رايحة تشوف حطام تيتانيك وفقا لتقرير جارديان الغواصة تيتان بدأت غوص يوم لحد وتجهزت المركبة للسفر لموقع حطام سفينة تيتانيك في قاع المحيط قبالة نيوفامون دي لاند وبعد كده قال خفر السواحل الامريكي ان الغواصة تيتان فقدت الاتصال بالسفينة السطحية لمدة ساعة و45 دقيقة بعد ما ابتدت في الغوص وقالت التقارير الصحفية ان الغواصة كان على متنها خمس اشخاص وهم راش مؤسس الشركة وهمش هاردينج وهو رجل اعماله مستكشف بريطاني والمدير التنفيذي البريطاني شاهزادة داود ونجلو سليمان من اغنى العائلات الباكستانية وبولهنري نارجوليه خبير بحري فرنسي ام باكتر من 35 غوص في مكان حطام تيتانيك قبل كده ابتدى خفر السواحل الامريكي بالتنسيق مع السلطات الكندية والسفن التجارية عمليات البحث عن تيتان وتم نشر عوامات صنار في المياه وكانت سفينة الاستكشاف تستخدم الصنار لمحاولة تحديد موقع الغواصة تحت المياه مش بس كده دا كمان وصل الطيارات من الولايات المتحدة وكندا بيجنب سفن سطحية بتدور على سطح المحيط عن اي علامات تخص الغواصة تيتان وبرغم الجهود الكبيرة في انقاذ تيتان واللي شاركت فيها 9 غواصات انتهت الجهود دي بعد ما اعلن خفر السواحل الامريكي في مؤتمر صحفي انهم لقوا حطام الغواصة واكد كمان مأتل ركبها قدم خفر السواحل الامريكي تعازيه لعائلات اللي كانوا على متنها وقال وقال كمان ان الحطام اللي لقيهو كان الجسم الخارجي للغواصة وانهم لقيهو فقاع المحيط على مسافة حوالي 487 متر من مقدمة السفينة تيتانيك وبعد عملية بحث الايام في عمق المحيط الاطلسي قالت شركة اوشينجيت في بيان ليها نعتقد ان مديرنا التنفيذي ستوكتون راش وشازادة داود ونقل سليمان داود وهميش هاردينج وبول هنري فقدوا للأسف واضافت ايضا كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة وشغف عميق لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها وقالت ولبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرض من افراد عائلتهم خلال الوقت المأساوي دا بنحزن جدا على فقدان الارواح والفرح اللي جلبوه لكل من عرفوه وجاء الاعلان الرسمي بعدما اكدت وسائل اعلامية امريكية العصور على حطام الغواصة المفقودة تيتان قرب سفينة تيتانيك ولقيت نفس مصرها وللعلم غرق التيتانيك في رحلة اسطورية في سنة 1912 وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة ما تنساش لايك وكومنت بتقول لنا فيه ايه السبب من وجهة نظرك اللي خلال الغواصة دي تتحطم واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا اول باول كان معاكم محمد كمال من قناتكم مذهل ومدهش دمتم في امان الله مع السلامة